وبالتزامن مع تقدم القوات العراقية المشتركة في محاور عدة في الموصل صعدت كتائب مقاومة داعش ووسعت انتشارها في مناطق كثيرة من المدينة مؤكدة تنفيذ عدد من العملية ضد مسلحي التنظيم بينها عملية مشتركة مع الجيش العراقي ضد مسلحي التنظيم انطلاقا من المحور الشرقي للموصل التفاصيل مع الزميل حسام الأحبابي على طول خطوط التقدم الذي تحرزه القوات العراقية المشتركة لا سيما في محاور جنوبي الموصل وشرقيها باتجاه شمالي المدينة تصاعدت عمليات مقاومة داعش داخل معقله الرئيس بالموصل فتارة تنقل معلومات استخبارية تزود بها عمليات نينوى وتارة أخرى تنفذ عمليات ضد مسلحي التنظيم تمهد من خلالها طرق الاقتحام للجيش العراقي وقوات البيشمرق كتائب مقاومة داعش في الموصل ولتأكيد انتشارها داخل معقل داعش برغم إجراءاته الأمنية المشددة التي يتبعها خشية كشف قادته أصدرت كتائب الموصل لقطات مصورة عن جولة استطلاعية لأفرادها بمناطق متفرقة من المدينة وهي مناطق الصديق والحدباء والمناصة والمجموعة الثقافية مشيرة إلى أنها مصرة على البقاء داخل المدينة حتى تحريرها من احتلال داعش ميدانيا وللمرة الأولى منذ انطلاق عمليات تحرير الموصل نفذت كتائب مقاومة داعش المعروفة باسم كتائب الموصل عملية بالتعاون مع الجيش العراقي اقتحمت من خلالها خندقا شقيا لمسلحي داعش في منطقة الكرامة انطلاقا من المحور الشرقي للموصل ما أسفر عن مقتل ثلاثة من مسلحي التنظيم في الجانب الأيسر أيضا من الموصل تمكنت فصائل أخرى من مين مقاومة من استهداف أحد قادة داعش الأجانب في حي المثنى شرقي المدينة وذلك بناء على معلومات استخبارية قادتها إلى مكان اختبائه من جهة أخرى تمكن فصيل جديد شكلته كتائب مقاومة داعش في الموصل ويحمل اسم ختم تمكن من تحرير ثلاثة أيزيديات مع أطفالهن ونقلهن جميعا إلى منطقة آمنة في المدينة من دون أن يذكر اسم المنطقة التي جرى من خلالها تحرير الأيزيديات وذلك تجنبا لكشف مكانهم من قبل داعش وتمهيدا لإخراجهم من الموصل ترجمة نانسي قنقر